بعد أسبوعين من مقتل قاسم سليماني القائد السابق لميليشيا فيلاقي القدس تضرب غارات جوية من جديد مطار تيفور شرق حمص قالت وكالة الأنباء السورية سانا التابعة للنظام إنها غارات إسرائيلية سانا قالت إن الدفاعات الجوية أسقطت أربعة صواريخ من أصل ستة أطلقتها الطائرة الإسرائيلية باتجاه قاعدة تيفور وذلك انطلاقا من منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الضربات تسببت بأضرار مادية وفق سانا أضرار قالت وكالة سبوتنيك الروسية إنها طالت تجهيزات عسكرية ومعدات لوجستية لكن رواية مختلفة ذكرها المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدثت عن سقوط ثلاث قتلى من الميليشيات التابعة لإيران إضافة لتدمير مبنى قيد الإنشاء في محيط المطار ومستودع ذخيره عربتين عسكريتين لتلك الميليشيات مطار التيفور يعتبر من أبرز المواقع التي تتمركز فيها الميليشيات الإيرانية ويضم دفاعات جوية متطورة وآليات عسكرية وعشرات الدبابات الحديثة تعرض لعدة مرات وخلال الأعوام الماضية لضربات إسرائيلية كانت أشدها في شهر نيسان 2018 والتي أدت إلى مقتل أربعة عشر عسكريا من بينهم سبعة من ميليشي الحرس الثوري الإيراني